شكر خاص لرعاة كومبيتكس 2019 لابتوب اسوس وليبوبليك اوف جيميرز تيرمال تيك اورس من جيجا بايت اكس بي جي من اي ديتا هايبر اكس وكولر ماستر مرحبا، نحن اليوم في جولة في جناح تيم جروب وهي شركة متخصصة بحلول التخزين والذاكرة لذلك فيكم ما بعرفها دعونا نرى شو في عندهم اشياء جديدة في كومبيتكس 2019 زائد نظرة سريعة على الأشياء التي أصلاً موجودة عندهم في السوق نبدأ بالأشياء الجديدة وأهمها قرص التخزين الـ SSD الـ M.2 اللي أمامنا اللي عليه تبريد مائي عشان يبرد عليه أكيد حذرتوا ليش لأنه هذا من جيل البيسا ايكس برس Gen 4 طبعاً شايفين هيك كيف عملين له حالياً هون بالصورة اللي شايفينه باللون البرتقالي مع theme phantom ما معرف ليش ولكن عملينه الميز اللي فيه انه منقدر نغير السائل اللي جواه ونغير اللون زي ما بدنا إحنا شايفين الكلبس السودا هاي مع الزطمة الحنفية اللي عليه بتقدر ببساطة شديد بس تشيل الكلبسه تفتح البرغي وتغير السائل اللي جواه زائد منظره أنا شايفه لحد الآن جميل ما بعرف تأثيره عن أداء راح يأثر كثير ولا لا ما عندي أي فكرة حالياً ولكن منظره جميل لا بأس بالمبدأ ولكن خلينا نشوفه إن شاء الله لما نعمله معينة نتأكد هل فعلياً التبريد بأثر ولا لا المنتجات اللي بعدها في عنا منتجات الكاردية اللي هي برضو SSDs M.2s في عنا من الجيل الثالث والرابع PCI Express بتوصل سرعات لحد 3800 ميجا بايت بالثانية اللي هو Z440 وفي عنا ساعات من الـ 240 للـ 1 تيرا في عنا T-Force Vulcan اللي هو برضو SSD ولكن SATA 3 من الجيل الجديدة تبعتهم في عنا طبعاً الـ 440 والـ 340 والـ 340 هو جيل الثالث والـ 440 هو الجيل الرابع مبين من الرقم 3 ورقم 4 اللي هو بكون مكتوب عليه Gen 3X4 أو 3 أو 4X4 عشان تميزوا ما بين جيل Pisa Express الـ NVMe كله نفس الجيل اللي هو 1.3 اللي هو أحدث إشي شكله لطيف الـ Heatsink اللي عليه يعني مش خطيرة جداً ولكن ممتازة المنتج الغريب شوي اللي بعده اللي هو T-Force Delta Max طبعاً T-Force اللي هي براند الجيمينج تبعت Team Group الـ Delta Max هي مميزة إنه كل سطحه RGB Addressable RGB فتطلوا عليه بتحسوها شاشة أكثر مهيئة إنها إضاءة من ناحية الحرارة الجماعة بقولوا ما رح يأثر كثير على الحرارة من ناحية المنظر الفكرة جميلة ولكن مش عارف مدى تأثيرها على الأداء للناس اللي بحبوا المنظر فقط الـ Vulcan ما عليه إشي خطير هو هالديزاين اللي شايفينه أمامنا اللي هو المينستين تبعهم المنتج الجديد التالي اللي هو رامات الأكستريم الـ Addressable RGB بتلاحظوا شكلها غريب شوي بتحسوا هيك زجاجي أو لماع زي المراية ولكن هو عليه RGB بمعظم سطح الرام في عنا خط أسود جاي على الرام نفسها على طول الحبة ولكن من الأعلى والأسود في عنا رام Addressable RGB اللطيف الإفكت تبعه على فكرة أتوقع التبريد يعني أنتم تعرفوا بشكل عام تبريد الرام مش كثير ضروري من ناحية الشكل صف الموضوع شكل جمالي لا أكثر ولا أقل من ناحية الأداء بهمنا شو فيه جو الرام فإن شاء الله لما نستعرضها راح نشوف إذا أداءها ممتاز ولا لا ولكن من ناحية منظر لا شك إنه شكلها مميز وقنسب جديد حتى الإفكت وكمية الإضاءة اللي فيه غريبة شوية يعني أنا أول مرة بشوف رام الـ RGB في بتحرك بهاي الطريقة أي نعم هي ويف ولكن شكلها غريب شوي وعليها العين من ناحية سرعات راح توصل سرعتها لـ 4000 ميجا هرتز ما عندكو أي مشكلة والأسعار بتايلة راح تكون بالمدى الطبيعي الرامات اللي بعدها واللي جدا خطيرة اللي هي رامات الـ Excalibur الجديدة اللي برضو RGB شكلها مميز شوي جاي بكسحة مش مستقيمة 100% عليها زي باتن أو تخطيط هيك على مكان الـ RGB ما أخذ جائزة الـ Best Overclock أفضل Overclock في Computex 2019 شكلها رطيف جميل الـ Heatsplader تبعها أسود هيك جاي بتحسوا هيك متيرية غالية يعني سعرها فيها حتى الـ RGB تبعتها غريبة شوي الأداء واصلة كاسة أقام أتوقع 5,050 ميجا هرتز مش متذكر القيمة بالزبط ولكن المفروض نتوقع منها أداء عالية جداً فتلاحظوا فيه تنافس ما بين معظم شركات الرامات الخطيرة اللي هي زي XPG, HyperX, G-Skill ولو أنها مش موجودة في المنطقة فما رح نعيدها أي اهتمام ولكن أنا متوقع إشي من هالرام إن شاء الله سحنا نعينها ونشوف أداءها إذا كان كويس ولا لا وهون عنا External SSD زائت Flash Memory لـ USB 3.1 Type-C طبعاً أو الفلاش العادية Type-A الهدف منها تكون بسرعات عالية عشان هي موجهة أصلاً للألعاب زي الـ Consoles يعني الـ SSD على RGB زي ما أنتو شايفين بتشبكوه على البلاي ستيشن أو الإكس بوكس بتخزنوا عليه الألعاب الخارجية تبعتكو عشان تعرفوا دائما مساحات الـ Consoles ما بتكفي بس برضو إمكانكوا تستخدموها كـ external SSD عادي بسرعات 3.1 العالية جداً حتى الفلاش ميموري على فكرة عليها RGB الـ RGB بشكل عام السنهاي عند T-Force أو Team Group كتير ألطف وهذا من زمان وهنا عندنا controller RGB بتحكم بكل منتجات T-Force عندهم طبعاً مراوحهم ولكن الحد الآن ما شفنا أي حضور قوي إلها يعني بضغطة زر واحدة على الـ controller نفسه ممكن تغيروا الـ RGB المود أو الألوان على SSD تبعكو على المروحة أو على الـ Strip RGB كل منتجاتهم تدعم هاي القطعة عشان تغيروا إضاءة الـ RGB عليها وهون عندنا Flash Memory حلول تخزين بأشكال غريبة مساطر، فتحات علب، بيكار اللي هو بطلع لنا ديش الزاوية إشي مع عدسة، إشي مع فتحات علب، فتحات قناني يعني الموضوع لطيف شوي غير استخدام لفلاش عندك استخدام ثاني للإشي اللي حطته بجيبتك وآخر إشي في عندنا المنتجات اللي أصلا موجودة من Team Group بالسوق اللي هي من ناحية رامات سواء كانت ديستوب ولا لابتوب إن شاء الله إحنا راح نعاين واحدة من هاي المنتجات من هون بالأسبوع الجاية إن شاء الله لحد ما تنزل المنتجات الجديدة اللي معظمها راح ينزل بـ Q3 و Q4 اللي هو الثلث الثالث والرابع من هاي السنة بالنهاية شكرا لكم على المتابعة شو رايكو بيبوث Team Group حابين نعاين هاي المنتجات وشو المنتج اللي حابين نعاينه بالأول أو شو المنتج اللي تحمستوله أكثر إشي وإذا ما تحمسته يحكولنا ليش شو المنتج اللي ما عجبكو وشو المشاكل اللي فيه إن شاء الله قربت تغطية كومبيتكس 2019 تخلص طعيل عنا فيديو اثنين ومنبلش الجد ومنبلش نرجعلكو بالمعاينة منشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله تحية من Dark Souls ومني أنا مت سلام